بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله طيبنا الطهرين اللهم صلى على محمد وآله محمد إن شاء الله هنبدأ اليوم في أول درس من دروس أسس الرياضيات مادة أسس الرياضيات من المواد الأساسية في قسم علوم الرياضيات سواء كان في كليات التربية أو في كليات العلوم هذه المادة من المواد الأساسية في الرياضيات يعني أنه أنت إذا وقعت على حقائق هذه المادة أو وقعت على مبادئها الأساسية وفهمتها فيهم رصيين راح إن شاء الله ما يوقف بوجهك برهان أو ما يوقف بوجهك فيهم برهان لأغلب المشاكل اللي يواجهها طالب مرحلة الأولى والثانية يعني الأولى والثانية وتقريبا حتى الثالثة يعني في منتصف الثالثة يلا الطالب شوي يوقف على الحقائق أنه ما يعرف شن السؤال وما يدري شن القضية يعني هو متعود على أمور يسويها وعلى خطوات يسويها يسويها وأغلب الأحيان أغلب الطلاب طبعا أحنا ما نصالف على الطلبة الأذكية أو على الطلبة اللي هم مشتهدي لا أحنا نصالف على كل طلبة مثلا لو شعبة كان بها ستين طالب أو مرحلة كان بها مئة طالب احنا نصالف على كل المئة أنه أغلبهم يعني يحفظ القضية يحفظ إلى أن تترتب يعني احتمال يفهم أسس الرياضيات من يتخرج ويقراها يلا يفهمها أو مني يخلص المرحلة الأولى يلا يفهمها احنا لا إن شاء الله يريد أن يفهمها موضوع يعني موضوع بموضوع حتى تكلف عليه بالوقت يعني تصرف بالوقت أنه ما راح يأخذ من عنده وقت إخوار وتفيده في دراسة المواد الأخرى وفهم المواد الأخرى أسس الرياضيات أول فصل اللي راح نبدأ به اللي هو المنطق الرياضي المنطق الرياضي هذا المنطق الرياضي أو هذا الفصل هو من أهم الفصول في الرياضيات اللي هو يعتبر الأساس العقلي والأساس المنطقي أنه لكل دراسة الرياضيات أول مبحث راح ندخل في مبحث الست اللي هو المجموعات المجموعة بالإنجليزي نرمزلها الست الجمع مالاتها راح يصير عند الست طبعا المجموعة ما الها أي تعريف كل التعارف اللي نحاول Want to know each other لازم نحتاج فيها إلى كلمة المجموعة نقول هو حشد، نقول هو تجمع، نقول هو تجمع、 نقول هو زمراء وهو كل يشير إلى المجموعة فنقول إنه المجموعة ما الها تعريف وإنما تعرف بالمثال، تعرف فقط بالمثال نضرب عليها أمثلة حتى يتعرف عليها المقابل prepared babys from us to the first light شلون نقدر نميز المجموعة وشلون نقدر نشير الى مجموعة كما عدنا عدة طرق و الطريقة الأولى أن نشر بها للمجموعة أولاً طريقة يسميها طريقة جدولية الطريقة الجدولية هي الطريقة المحتاجة أول طريقة الطريقة الجدولية الطريقة الجدولية مثلاً نقول 1 2 3 4 مثلاً هو أي المجموعة ال目前 للعجل يتطفيق أرمز المجموعlat下 تحميل 4 عناصر الذي هو الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة هاي الطريقة ودائما نرمزلها بذن الأقواس اللي يسموهن Prices بالانجليزي يسموهن Prices إذن Prices إلا هذن الأقواس يسموهن Prices هذن الأقواس كذلك تطلق هاي الكلمة يعني للملاحظة Prices تطلق على هذا اللي لبعض الأشخاص يصير الأسنان مال تمام ورتبة فيخلوهن هذا Prices على مدة ثبت الأسنان يخلوهن مدة سنة أو سنتين على مدة ثبت الأسنان لأنه يشبه هذا القوس يسموه Prices والطريقة الثانية طريقة القاعدة أو طريقة الصفة المميزة طريقة القاعدة ثانيا نسميها أو الصفة المميزة طريقة شرحناها بالكيركولوس طريقة القاعدة طريقة القاعدة إنه أنا من أريد مثلا أعبر عن هاي المجموعة أي أقول المجموعة أي هي جميع العناصر X بحيث X أقل منين من 5 والX المنين تيمي مثلا للأعداد الطبيعي فالأعداد الطبيعي اللي أقل من 5 هو الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة فقدرة أن أعبر عن المجموعة بطريقة القاعدة أنه أضع قاعدة تحصر لي أنه هذه الأعداد في قانون معين أو مثلا أريد أشير إلى مجموعة الأعداد الحقيقية مثلا من أقول مثلا مجموعة B هي عبارة عن X والX هاي شنوة مثلا عبارة عن شنوة عن مجموعة الأعداد اللي تحتويها مجموعة طبعا فترة مغلقة خذناها بالكيل القلصير عندي فترة مغلقة طبعا والX المنتنتمي للR رحنا لازم نشير للR حتى تصير عندي فترة مغلقة فهاي القضية نفسها أقدر أقول بي هي نفسها فترة مغلقة اللي هي بين الاثنين والخمسة نفس الإشارة هاي يسمونها طريقة القاعدة هذن طريقتين الطريقة الأخرى نسميها أو الطريقة اللي ما نشتغل بها نسميها مخططات V يعني أقول A مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة مثلا خمسة وأقول C مثلا اثنين ثلاثة أربعة مثلا ستة مثلا هاي المجموعة C وهاي عندي المجموعة A جيد هذن ثلاثة طرق نقدر نميز به عدنا بعد شنو عدنا بعد مفهوم طبعا جاي نحش تعارف بالبداية اللي هو منبرشب طبعا منبر معناها عضو منبرشب معناها عضوية تجاعدنا هنا نسميه الانتماء 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 اللي هو منبر منبرشب منبرشب اللي هو شنو العضوية أنه أنا من أريد أدخل أقول من أريد أشير من أجيب هاي المجموعة A اللي هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وأريد أقول أنه الواحد ينتمي لهاي المجموعة شلون نقولها بالرياضيات نقول واحد ينتمي هاي علامة المجموعة ثنيا ينتمي للمجموعة A ثلاثة ينتمي للمجموعة A ستة لا ينتمي للمجموعة A فهذا معناها الانتماء وهذا معناها عدم الانتماء هاي يسموها مبدأ العضوية ما يسموها العضوية أو الانتماء عندنا بالرياضيات جيدا ما عندنا بعد أي بشكلة عندنا بعد سرح نجي أنواع المجموعات عندنا نوع من المجموعات نسميها المجموعة الخالية مجموعة خالية شين مجموعة خالية؟ مجموعة خالية هي المجموعة التي لا تحتوي على أي عنصر هي المجموعة التي لا تحتوي على أي عنصر رح نرمزها empty set empty set هي شنه هي المجموعة التي لا تحتوي على أي عنصر شنرمزلها هاي المتسيت بأي عنصر نرمزلها هي شي نرمزلها ياما في ياما نرمزلها بهاي الأقواس الفارغة هاي إشارة إلمان إشارة إلى أنه مجموعة خالية لا تحتوي على أي عنصر